موسيقى دي اناي مساء الخير انتهت زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق وما انتهت قراءاتها والنقاشات حولها وحول نتائجها خصوصي انه خلال الزيارة صدرت تصريحات كتير مهمة وليفتة مثلا الرئيس العراقي قلت لي فخامة الرئيس هناك من يقول ان الموقع الجغرافي للعراق صعب وفيه كتير من التحديات والمشاكل لكن من جانب اخر العراق محظوظ بجواره الاسلامي لجيراننا في ايران مان اللي ما عنده ايران يشتري ايران كتير محظوظ العراق اللي ما عنده ايران كجار يفتش عا ايران لك مثلا لبنان ما عنده حدود مع ايران عمل ميني ايران بقلب بيروت والجنوب والبقاء سوريا عم تعمل ميني ايران بمحيط دمشق وبالجولان هالقد محظوظين العراقيين الناس عم بتقلدهم خصوصي انه الرئيس روحاني اجا اجتمع بالسيد السستاني اتفاهموا على اضايا كتير معقدة ومهمة مكتب السيد السستاني اصدر بيانا رسميا عن الزيارة جاء فيه ان المرجع الاعلى رحب باي خطوة لتأزيز علاقات العراق بجيرانه وفق مصالح الطرفين وعلى اساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما لفت السيد السستاني ايضا الى اهم التحديات التي يواجهها العراق في هذه المرحلة وهي حصر السلاح بيد الدولة واجهزتها الامنية ايوه رسائل مهمة وبالصميم بالصميم حملها معه الرئيس روحاني عا ايران وبعتقد تحولت لسياسات معلنة حول احترام السيادة وحصر السلاح يعني اكيد واذا شو اجا وتفاهموا على التفاصيل وطلع بيانا على المرجعية وللتأكيد على ذلك اجت تصريحات قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري اللي بيقول ايران نظمت في سوريا مئة الف مقاتل ضد جبهة النصرى وداعش والمعارضة ويضيف قوات ايرانية انتقلت ايضا الى العراق لتنظيم مئة الف من الحشد الشعبي هو الغير اول مئة الف ويؤكد ان صواريخ حزب الله اللبناني تغطي جميع الاراضي الفلسطينية طيب شو بده الواحد افضل من هيك جار واحسن من هيك نتائج لزيارة الرئيس روحاني ما لحق السستاني حكي عن السيادة وحصية الزلاح طلع له جعفري عم بيوزع مئات الاف المقاتلين ومئات الاف الصواريخ بسوريا والعراق ولبنان يعني ابو السوسيا هيك الجيران يا بلى صراحة صراحة بس لا عم تبالغ عم تبالغ يا محتل هون كان في داعش عم تضل للمشاهدين طبيعي ايران تتصرف هيك بوجه داعش والنصرة اصلا لو لا ايران والحرس الثوري لا كان في عراق ولا كان في زيارة لروحاني على العراق الحرس الثوري هو الذي هيئ لهذه الزيارة الحرس الثوري وكان جنرال قاسم سليماني قابلهم جميعا وهيئ لهذه وزارة سيدي سستاني وزار أيضا زعماء العراقين في بغداد وهيئ لهذه الزيارة بكل تقسيماتها وبعد ذلك غادر العراق الحرس الثوري هو من قام بذلك شفت في داعش طبيعي يكون في حرس الثوري وخلايا ذا الحرس الثوري اللي بصيروا يخبروك ايران تدعم الميليشيات والسلاح غير الشيء لا 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 ياها لا ابدا في اضطرار جب لي محل تاني ايران عم تنشر فيه الميليشيات والارهاب والارهابيين مثل ما عم تتهم جب لي غير محل ما فيه داعش والنصرة وين اعلنت السلطات الكينية انها بدأت تحقيق مع السفير الايراني في نيروبي هادي فارجويند لمحاولته تهريب اثنين من الايرانيين معتقلين بتهمة الارهاب وفي الارجنتين اعتقلت السلطات شخصين ايرانيين حاول دخول البلاد بجوازات سفر اسرائيلية مزورة ويتم التعامل معهما من قبل الشرطة كارهابيين محتملين اقول بس بس هالاسبوعة تبوا يعني اقول مش انه اشي اخبار قديمة باسبوع واحد موجودين الشباب بافريقيا وبامريكا اللاتينية ناس حوكمت ناس مشتبه فيها يعني لقوا السفر عم بتهرب ارهابيين معليه العراق كمان ما لازم يسويه ما يسويه غيره شو احسن من الارجنتين هو لا بس انا بقول هاي دعاية امريكية مغرضة لتشويه صورة ايران خصوصي بعد النجاح الباهر لزيارة روحاني شو باهر وما باهر ما سمعت شو قال جعفري ناسا في الزيارة من اساسها بهم تكتب انت نجاح باهر شو هي النجاح الباهر فضل كان ثابتا توالي نجاحة طهران في العراق ومضاعفة تفوقها الغضب الامريكي من زيارة روحاني للعراق لم يكن امام الامريكيين سوى الاستماعي لحقائق الواقع صفعة ايرانية عراقية لامريكا طبعا صفعة صفعة مدوية رن ترن انتصار لمحور المقاومة انتصار تظهر نتاج وين ما كان وين ما في محور مقاومة من بعد هذه الزيارة وقبلها وخلالها في عزة في انتصار في كرامة في بطالة بطالة انطلقت في قطاع غزة دعوات من ناشطين للخروج في مظاهرات سلمية في بعض مناطق القطاع احتجاجا على غلاء الاسعار والبطالة والوضع الاقتصادي والانساني السيء في قطاع غزة الاجهزة الامنية في غزة والتابعة لحركة حماس اعتقلت عددا من الناشطين والمؤثرين والداعين الى هذه المظاهرات اجهزة الامن التابعة لحماس قامت بقمع المظاهرات واعتدت على المتظاهرين باطلاق النار والضرب واعتقلت عددا كبيرا منهم هذه من نتائج الانتصار الايراني حماس تقمع تظاهرات الفلسطينيين بعنف بغزة لبنان مفلس سوريا ما في لمزوت ولا غاز ولا اكل ولا خبز ولا تعتير العراق حالته بالويل بس مش مهم مش مهم يا جماعة اصلا يمكن هذا المطلوب لو الوضع غير هيك بيقدر الجنرال جعفري يلاقي مئات الالاف جاهزين يموتوا عند قاسم سليماني الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة